مش فاضي تنزل الجيم عاوز تتمرن في البيت وتطلع عضلات عاوز تستعمل حاجة في البيت وتعمل بها شي من اللي وفي نفس الوقت فاتلوس عاوز تعمل كل ده بدون دنابل بدون برات وبتخاف من الموضوع ده لابد لكم النهاردة حاجة رديدة هنعمل بها شي فين بو بالتينج معنا النهاردة اهلا بكم في حلقة جديدة معكم كابتن اوكا والنهاردة هنبتين يتكلم عن اول مستوى في التيار اكس واريت لو متعرفش تنزل الاول تشوف الحلقة التعريفية بتاعة التيار اكس وايه وورا عن ايه وبستخدمها فيه النهاردة هنبتين يتكلم على طول عن المستوى الاول في التيار اكس واجبتلكو عشر تمارين هنتكلم عنهم النهاردة للفول بادي عشان نبتيني استعملهم تمارين هنستعملها والحاب القصير تمارين هنستعملها والحاب طويل طبعا لو مش فاهم ردع الحلقة اللي فاتت طيب هنبدأ دلوقتي عشان ما نطولش هنبتين يتكلم كل تمارين هنلعبه النهاردة هنلعبه عبارة عن معطين للتلات مدميع التقرارات بتاعدنا من عشر تقرارات لخمستاشر تقرار انا مش هتكلم عن زاوية الصعوبة. الحلقة اللي فاتت انا قلت انت اللي بتسهل و بتصعب. هنبتدي بالسهل وتدريدي صعب المقامة في كل شكل. نبدأ معنا باول تمرين وهو. اول تمرين معي زي ما انا وهي فهو هبتدي زي ما انا لازم الاول اخد الستمدر بتاعي بالوقفة. الحمل بتاعي مشدود باسمي مشدود زي ما انا هبتدي اسحب انا هشتغل تاني زي ما انا احسن دهري مفروض دي اسمي مفروض ايت ناين اوكي زي ما انا مشدود بلاش دي مشدود. هبتدي اول تمرين معنا زي ما انت فان اشتغل من مجموعاتين لتلاتة رقم عشرة خمستاشر وده كان بتاع الضهر. طيب انا عاوز شغل عضلات كتفي هبتدي اعمل حاجة اسمها رير رو او كتفي الخلفي. هشتغلوا ازاي بنفس الواير. بعد ما كنت مسج التمرين اللي فات. هبتدي اعرف من التمرين ده ودراعي تسعين درجة. زي ما انا واقف اهو. عملت التسعين درجة. فردت باسمي. هسحب تسعين تاني اهو. انا بزبط في كل تمرين عشان اوريتي الشكل النهائي والختامة بتاع التمرين. لازم تبقى عارف انت بتلعب ازاي. بها تمرين ده كان التمرين التاني تدفر خلفي الباك. عملنا اول شكل. الباك رو ده الشكل التاني الرير رو. بتدي احنا خلصنا تمرين رو او سحب. يعني بتدي نعمل تمرين دفع او مقاومة. ايه اللي بيشتغل في الاسم دفع ومقاومة? من العضلات بالشغل معي بالدفع. نفس الحاجة. كل ده انا مسك المقبض اللي في النص. زي ما انا هو. صرت المقبض اللي في النص. ده لقى الاتنين مشدود. لازم لازم ايدي ما تبقاش قدام تتفي. ايدي ورا. فيش حد يعمل كده. ايدي ورا. هنزل الوضع الستاندرد بتاعي. لازم ابص على رجلي. رجلي ما ينفعش يتبقى بالكامل واقف بلعب كده. ما ينفعش. لازم اقف. لازم اقف على مشت رجلي. زي ما انا كده. هقف على مشت الرجلي. ده الاتنين هنا. هابدأ بالوضع الستاندرد. باسمي المفروض. زي ما انا سابت. هطلع. مشدود معي. لحبنا مشدود. على مشت رجلي. زي ما تعودت هازبت تحت شويتنا على الوضع. الجسم المفروض على مشت رجلي. طب انا عاوز اسهله ده صعب قوي. قلت لها شوية قدام. اعمله وانا واقف. اهو. الشرط الاساسي بتاعي ان الواير ما يرخيش. ما تبدأش بالصعب. ما لقيش واحد نايم على الارض يقول لنا بلعبه شاب. ما ينفعش. احنا لسه بدقين. قلنا كل جسمي بيشتغل عضلات مسبتة وعضلات مساعدة في التمرين. ده التمرين الواحد اللي هتخلصه. كل جسمي بيوجعني. كل عضلات جسمي اشتغلت. مش هقول لنا انا نهاردة لعبتي بس. تمرين كل عضلات الجسم هتبتشتغل. بالتالي خلصنا التالت تمرين هنلعب رابع تمرين وهو سعب جدا. محدش يبدأ بمستوى كبير. ازاي? زي ما انا بدأ اهو في السهل? زي ما انا? هبدأ. سهلة قوي. سهلة قوي. طب هعمل ايه? انزل تحت شوية. ايه ده تبقى صعب? ايوة صعب. انا على مشت رجلي. نسبة كده منشوف سبتنا وشوفنا الوضع. على مشت رجلي من وراء. ما فيش حد يعمل لي كده لو سمحت. كده ما بقاش في مقاومة خالص. مقاومة بجسم كلها. مقاومة بجسمي كلها. محدش يبدأ بصعب. انا قلت ممكن اعمله وانا واقف اهو. اهو. ممكن اعمله وانا واقف اهو. سهل خالص اهو. محدش يبدأ من تحت خالص. يبقى ايه ده? خلصنا اربع تمارين اتنين رو واتنين بوش. بعد ما خلصنا الاربع عشرال السالف الاول هنبدأ نشتغل شكلين طرفيين. ناخد نفس فيهم وبقول طرفيين. يعني لازم ما زودش المقاومة وعملش زاوية ميل. وليلة اوي فهبتدي ان انا المقاومة عالية. هنلعب زي التمرين بتاع الرول اللي فات هو هو. همسة المقابضين اهو. سيفة المقابضين. زي ما انا شدت الواير. فردت جسمي. ما فيش كده. ده ظهر اللي شغال. الباية عشان يبقى باية لازم يبقى كوعي فوق. لازم كوعي فوق. ما انا قلت من اموت انا سهل المقاومة بقى قوي فلعب كده. اهو. سهل خالص التمرين. سهل خالص. صعبوا شوية. بس ما حدش يلعب كده. ده كده ده كده ضهر. الباية شغالة عضلة تانية مش عضلة اساسية. ده تمرين باية. بقى لازم في التمرين. اني دايما في الرو او في السحب رجلي بالكامل على الارض. طب في البوش او في الدفع. بقف على مشت رجلي. ليه? في الرو انتي انا لو وقفت على كعب رجلي بس هتزحلق. يبقى كده انا عملت. في البوش انا ببتده اقف على مشت رجلي عشان ازود المقاومة. انا اردل يا عام. ما تعملنش سهل. طب زود المقاومة. وقف على مشت رجلك. كده يبقى خلصنا الباية والباية تتزايد ضهر او السحب. هنخش على الشكل الطرفي التاني وهو بوش او دفع وهو انا ليس ايال في الدفع. بقف على مشت رجلي عشان ازود المقاومة. وفي السحب بقف على رجلي بالكامل. يبقى نفس التمرين اهو. بسيرت المقابضين هنا اهو. مش هقف على كعب رجلي بس هقف على مشت رجلي. بس لو انا عاوز ازود المقاومة. اكاة سهلت المقاومة خالص لو انا عاوز سهل المقاومة. طب لو انا عاوز اصعبها اردع ورا. تمام? بلاش دي. بلاش دي بنلع عليكم. يعني انا اهي. يعني ما تبردعش الورا خالص وتلعب كده. ما تطلع شوية قديم. سهل على نفسك. زي ما انا هون جزلت? سبتنا تحت. شفنا المنظر. اطلع براحتي 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 براحتي. لعته قدام. الله استلعب. النفس بتاعي مع كل عد انا بعدها. انا لما بجي عد بقول وان وتو بس ري. بقول النفس. يعني وانا بقول وان في ناس بيطلع. لازم مع كل مقاومة ومع كل عدة زي وزي الجيم. في الجيم انا قلت ابتالي حلقة عن النفس. لازم مع كل مقاومة عضلي. كل يحصل في المصل. ننتجي نطلع مع النفس. مش العكس. ما ينفعش هنا بستريح. ما ينفعش. النفس معمولة عشان تطلعه وانت بتعمل المقاومة. تفضل هوا لجوه للمعدة. مع كل شدة مقاومة. يبقى لازم هنا بلعب. انا الوان اللي انا بقولها. والانقام اللي انا بقولها دي. بطلع فيها النفس. بس طبعا مش هين بقول وان. انا بقول وان وانا. النفس بقى من نزولي شغل طبيعي عشان اتعودتها عليه. فنموت يكون هنا باتكلم دلوقتي بطلع النفس. لكن حد بيعد النفس ولسه في الاول يطلع النفس بدل العدد. يريد في الاول. بعد ذلك ده ممكن هو بيقول العدد يطلع النفس ده سهل عشان هو هتعود خلاص. لو هم نغمض عينيه عارف في اني شكل فيهم بيعمل الانتروباط واني شكل اللي بيطلع في النفس. بعد ما خلقنا ست اشكال الاولين والحبل قصير نصل لنا كمان شكلين على نفس طول الحبل عشان بعدها هنبتين نقصر الحبل ونشوف ايه الاشكال اللي ممكن نعملها. خليل بالك ان ده لسه المستوى الاول. لسه بنقول يا هادي وبنتعلم على الحبل ازاي نشتغل. هنبتيني نشتغل دلوقتي هنشتغل بس ما بيبقاش في حملة غير ان انا بعمله كاسست او مساعد لي. ازاي? زي ما انا واقف برضو خدت بتاعي خدت بتاع بان انا وقفت. تمام? بعد ما خدت بتاعي زي ما انا هبتدي اقعد في مكاني. قعدت. رجبيتي كسرت ازاي والتسعين نزلت لتحت. هبتدي زي ما انا كده هستاند الفوق. الواير مش جدود. هاتش يعمل كده. طب ايه فايدته? فايدته ان انا بختص جامد وفي بلانس. بنزل وبطلع. انا لو سبت الواير هقع. لان انا عامل هنا المكاومة اكتر. انا بقرب من الارض غير الاسكوات الطبيعي. الاسكوات الطبيعي بنزل كده. لأ ده نرمي رجلي لقدام عشان سفتي الرجبتي. كل ما بترمي رجلك لقدام بتحمي رجبتك. طب في الطبيعي ينفع ترمي رجلك لقدام? لا طبعا هو مين اللي همسك فيه? عشان هنزل. لا انا بقول لك هنا استعملوا ما تخافش رجلي قدام. رجبتي خالص عمرها ما هتعضي مشت رجلي. فبالتالي ما فيش شدة على الرجبة. وزي ما انا هنزل لتحت. هطلع فوق. هنزل. هطلع. شغال. بلاش انا طالع حد يعملي كده. لا انا طالع نازل. نسبة تحت. اكد من الوضع. بص على الوضع. شايف انا ثابتي ازاي? طلع مع كل طلعة. مع كل طلعة. طلع نفس ازاي ما اتكلمنا? انا مع العدد بطلع نفس. يبقى اهو. سيبتنا على الوضع ده. هو ده. الشكل بتاع السكوات صح. هقوم اقف. كده بخلصنا السكوات. هنعمل كمان الشكل. بعدين هننزل الحبل. ونبدأ نشتعل على المستقل قصير. التمرين التامن وهو. او الطعن. نفس التمرين بتاع السكوات هو نفس الفكرة بتاعة الطعن. بس ده مختلف عن الزاوية والعضلات اللي عاملة في. ازاي? همسك الوير نفس الكلام او الحبل بتاعنا. رجله قدام و رجله وراء. زي ما انا في ده. رجل اللي قدام هي. رجل اللي وراء هي. اللي وراء بقف على مشت رجل اللي قدام بالكامل على الارض. كل مهمتي ان انا هنزل في مكاني. اللي اتنين يعملوا زاوية تسعين. هطلع تاني. زاوية تسعين. هطلع تاني. الوير زي ما هو مشدود. الوير لسه مشدود. محدش رخ الوير خالص. محدش يتني دي اسمه كده. انا دي اسمه مفروض. نزلت. one two three four five six seven change. قدام اردع. نزل في مكاني. one two three four five six seven. اوكي. هبحاول اختصر وعمل بسرعة. عشان مطولش الفيديو. الفكرة واحدة هصابتها معانا. هبعوريك الاسطنبا والشغل بتاع التامرين. كده يا بخلصنا تمن تمارين والواير قصير. ناقص التامرينين والواير طويل. يلا نشوف هنطول الواير وهنشتغل ايه? زي ما انا دي عشان هشتغل في الجزء الشوفلي فبدأت اقل على الشوز بتاعي وقفت بالشراب بس. عشان رجلي ينفع تخش هنا. لو بالكوتشي مش هينفع اخش. في كوتشات سلم براحتك. لكن انا بقولك الافضل ان انت تبقى فري وحر. عشان في تمارين بعد كده كتير في المستويات التانية فكوتش ممكن يداياني. زي ما كده هنبتدي معنا الشكل التاسع وهو زي ما انا على الارض كده كل اللي هعمله ان انا هحط دخل رجلي هنا. ودخل رجلي هنا. في التامرين ده هدخل رجلي بالكامل. دخلت رجلي بالكامل. الوايرين فوق ما تخافش. مهما تتقلب هم بيتعلوا بيستعملوا. يعني ما حدش يقول انا هدخل رجلي دي الاول ولا دي ولا دي قبل دي ولا دي قبل دي. انا هتشعل بدلوقتي والوايرين هيتغيروا معايا. زي ما انا هو. هقوم قالي بالجسمي معايا هو. تخافش. قلبت. بيت في وضع البلانك. بلانك ازاي? هزبط بايدانة لتنين. هبتدى شدي جسمي. هزبط فيه وعد معايا من عشرين لتلاتين ثانية. سري فور فايب. حاول على قد ما اقدر هادش يعمل كده. على قد ما اقدر شدد وسطي. بسم كله مشدود. كتش ممكن يوجعني شوية. هعمل كده. هريح. ثانية اتنين. هرجع تاني. هزبط. لكن ما حدش يسقط بوسطه. زي ما انا ثابت. من عشرين لثلاثين ثانية. بعد ما خلصنا الشكل التاسع معنا اخر الشكل. وهو تمرين ده بتاع كله. لازم تلربه. ما فيش عضلة في يسقط نفتول عني. هيعجبك. بس التمرين ده شرط بتاعنا ان انا مدخلش رجلي كاملة. انا بابوش بريدلي. انا بابوش بريدلي. زي ما انا هنام. زبط اللي اتنين اهو. زي ما انا بابوش بريدلي. زي ما انا نايم. هزبط ثانية. هتزل تاني. لازم تزبط ثانية فوق. سبس. سبس. ايت. ناين. انا ما بنزل تحت ما بنمس الارض. لسه ما لمستش الارض. طلعت نزلت قبل ما بنمس الارض. بطلع. تاني. كده يا بخلصنا حالة النهاردة والمستوى الاول من النهاردة غيرت شوية التصوير واشتغلته معاكم بنفسي في نفس الوقت. بتكلم باخد نفس بتمرا عشان اوريكم مستوى الصعوبة بتاع التمرين. التمرين دي مش سهلة. تمرين صدق صعب جدا. فيش حد يقدر يكملو بدون ما يعرق. انا صور دي وانا عرقان كده وبهدي لنفسي عشان اوريك واسبكلكم ان التير ايكس قد ايه مهم وجديد. لو عربتك الحلقة بتاعت النهاردة ما تستخسرش ان انت تعمل لي لايك وتشتريك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تشوف بقيت السلسلة من الحقيقة تير ايكس. ولازم يبقى فيه تفاعل معي عشان اعمل مستوى التاني وتالت ورابع والخامس عن تير ايكس. تير ايكس ده حاجة قديمة مش جديدة بس للأسف احنا اللي بنتجاهلها بقى لها سنين. فانا قلت لازم نبتدي نمسح التراب من عليها ونبتدي نشوفها. مررب في حاجة جاسبها ليه في الكومنتات هرد عليها واعمل لك مستوى تانية بتير تساعدك. مفيش حد عنده اصابة ينفعش يلعب تير ايكس كله يقدر يلعب. بس في اصابات شديدة شوية لها اوضاع معينة. ممكن يبتدي يقول لي ووري له الوضع الصحي بتاعه ايه عشان يتفادل اصابة دي. هاتي ايكس في بيتك اتمرن معنداتش مشكله تانى معكم.